ده ملخص اجتماع الرئيس السيسي النهاردة مع رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل ووزير الزراعة السيد القصير والدكتور هانيس ويلم وزير الموارد المائية والرأي والفريق أسامة ربيع رئيس سيد خلاة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة تعالوا نشوف اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وسيد السيد القصير وزير الزراعة والصلاح الأراضي والدكتور هانيس ويلم وزير الموارد المائية والرأي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومية من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي